أزمة تلوى أخرى تلاحق مواطني محافظة الحسكة اليوم يعاني مواطنو هذه المدينة من أزمة تخص رغيف الخبز ورغم أن المسؤولين أقروا بوجود نقص في الطحين إلا أنهم متفائلون بالحلول محافظة الحسكة لا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل أخرى بعد المياه والكهرباء والاتصالات اليوم المحافظة تعاني مشكلة في رغيف الخبز مواطنو مدينة الحسكة يشكون من الازدحام على الأفران وقلة توفر المادة وأحيانا كثيرا تكون صناعتها سيئة مما قد ينبئ عن إهمال في هذه الصناعة مع قدوم شهر رمضان المخابز تعمل بطاقتها القصوى لتأمين الرغيف للمواطن وتيسير وصوله بأفضل جودة ممكنة وبأسهل طريقة هكذا يقول المعنيون هناك نقص في مادة الطحين الوارد إلى المخابز الآلي يعني إضافة لتوقف ست خطوط ونقص مادة الطحين يعني الشهر الماضي نسبة تنفيذة بحدود 123 يتم توزيع الدقيق حسب مخصصة الأفران تعطى الأولويات للمدن ومن ثم للأرياف هناك حاجة المحافظة تتجاوز بين 600 إلى 650 طون يوميا لكن إنتاجنا ما يغطي من المطاحن الموجودة بين إيدينا يتراوح بين 300 إلى 350 طون طلق تخفيف الأعباء على المواطن الذي هو البوصلة وهو المؤشر للخدمات ولكل ما يقدم من تحسين وضع معاشي لجأنا إلى تجربة جديدة هي توزيع مادة الخبز وهو القوت اليومي للأخوة المواطنين عبر معتمدين منتشرين في كافة أحياء المدينة وبإشراف لجان الأحياء والأخوة المخاتين تأمين الرغيف بمواصفات جيدة للمواطن هو من أبسط حقوقه وهو يعاني ما يعانيه وعمل الجهات المعنية بهذا الموضوع يجب أن لا يقتصر على جانب واحد من جوانب هذه العملية بل يجب أن يتكامل عملها ليصل إلى مستوى يليق بمواطنيهم السوريين